اشتركوا في القناة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مع عشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمطقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا حمي جزاء من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم بالقرآن المحكم نحيا في دنيانا خير حيا إن حقا ماجزة كبرتا أغلنا 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 ترجمة نانسي قنقر